جدد وزير الخارجية سمح شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري شدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى إقامة دولته المستقلة